اختتمت الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية برنامج المعسكر الصيفي بالتعاون مع تمكين الذي يهدف إلى إعداد جيل نواع قادر على تحمل المسئولية عبر تسخير كافة الجهود والطاقات التي تمتلكها وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة اختتمت بنجاح الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية بالتعاون مع تمكين فعاليات المعسكر الصيفي السنوي في نسخته الثانية عشر عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية والذي يمثل منصة ذكية تفاعلية استهدفت أفراد المجتمع من الشباب يعتبر فريق التسجيل والسيطرة الإلكتروني العمود الفقري الذي يرتكز عليه المعسكر الصيفي حيث قام الفريق بالقيام بعملية تسجيل المشاركين إلكترونيا قبل بدء المعسكر بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنسيق بين المحاضرين والمشاركين لضمان سير المحاضرة التدريبية ويتم تحضير المشاركين وحصر المتميزين منهم إلكترونيا المعسكر ضف لي حب الوطن ونقدم معدنة من كونيوت يعني تجوه الوطن بأن نكون فوعلين تجوه مجتمعنا ونسوهم في تقدم وتطور وطننا البحرين لأن البحرين قد نمت لنا الكثير وأنا أذكر منها كيف وقفت البحرين في جواحة الكورونا التدربة الصراحة كانت جدا ممتعة في نفس الوقت مفيدة وخاصة نظرا لها ظروف يعني على أنهم أصاروا أن هالبرنامج يتم وشيء ثاني الشيء اللي خذناه يفيدنا حياتنا الحالية ومستقبلا مثلا فن الخطابة فن التسويق البدوعي وأشياء أخرى يعني جدا كانت مفيدة لنا الصراحة وثقتي في نفسي زودت يعني المعسكر أثر على شخصيتي بطريقة إيجوبية وتعلمت أنه أوجه الصعوبات مهما كوانتي يعني وأكون واضغة من نفسي وأتحمل مسؤولية كل شيء أتقدم فيه طبعا يعلم الواحد معسكرنا لانضباط والالتزام خدمة الوطن والتضحية واعتبر الفترة الأخيرة من العام الماضي والسنة هذه فترة استثنائية بسبب جاءة كورونا إلا أنه هذه الموضوع ما كان عائق أبدا لطالب العلم والمعرفة وخدمة الوطن سفت وايد لأن فيه أشياء أنا فعليا ما كنت أعرفها لكن تعرفت عليها من خلال المعسكر الصيفي مثل أنواع السرقة أنا ما كنت تعرف أن فيه أنواع حق السرقة أخذت عن مواقع التواصل الاجتماعي وخذت عن التنمر والابتزاز وخذت عن السرقة وخذت عن رياضة كل يوم وهكذا فإن المعسكر الصيفي جاء متضمنا للعديد من المحاور المتنوعة والمتميزة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات الشبابية وإكسابهم المهارات والخبرات والسلوكيات الإيجابية ترجمة نانسي قنقر